السلام عليكم ورحبا بكم إن شاء الله ستكونوا بألف خير في دروس اللغة الفرنسية الخاصة بالخامسة ابتدائي رح نبدأ من الأول رح نديروا جميع الدروس كل درس وش رح نديروا له رح نديروا له تامارين انتاعوا وثيقة تامارين وفيديو يشرح هذا الدرس وفيديو التاعنا كيف شرح نديروه نفهم كالساعة في الدرس نديرلك أمثيلة ومعد خلاص نديرو التطبيق يعني نحل التطبيق على وش تفهمنا في هذا الدرس باش نشوف كفهمت ولا ما فهمتش صحة تاكي تكمل الفيديو تروح تشوف الوثيقة تعتامارين وتشوف روح كاسكو فاهم ولا ماكش فاهم ستعنا تاع اليوم رح نقرأ فيه لزادجيكتيف نوميرو كاردينو يعني الصفات العددية لزادجيكتيف نوميرو لزادجيكتيف نوميرو هذو هما الصفات العددية راني ترجمتها الكل هنائي اي حاجة نترجمها الكل ما تعرفاش تروح تكتبها في الجزء الثاني تعال الكورس اللي وصيتك عليه الصفات العددية تروح تكتبها تحفظها لزادجيكتيف هي الصفات تولي تعرفها نوميرو هي العددية صحة لزادجيكتيف نوميرو هذو تنقسم الزوج اقسام صحة القسم اللول هو لزادجيكتيف كاردينو لزادجيكتيف نوميرو الصفات العددية كاردينو هذي الاعداد بالحورف وكان الجزء الثاني اللي ما نشح نقرأه ذلك لنقرأه بعد يعني بعد عشر دروس ولا وشي نقرأه لزادجيكتيف نوميرو أوردينو كاردينو معينتها الاعداد بالحورف صحة متفاهمين لا بس اعداد بالحورف كما تعرفتها بالعربية مثلا ثمانية هكها ثمانية هذي وش هي هذي ادجيكتيف نوميرو كاردينو هذي اللي كتوفيها تنتمين لهنا ادجيكتيف نوميرو صفة عددية كاردينو صحة وش معينتها كاردينو كاردينو هي الاعداد بالحورف ذلك نروحون نعرفوا وش هي هي لزادجيكتيف نوميرو كاردينو نحن اليوم نحن نقرأه هذي الاعداد بالحورف كما ما كنت لك ثمانية تسعة يعني مثلا ثمانية كتبناها بالحورف هذي صفة عددية كاردينو صح اليوم نقرأه هذي تسمى أوردينو هذي ما نقرأهاش اليوم نقرأها في الايام المقبلة ما لن نحيها ذلكها ذلك نجيو للكاردينو الاعداد بالحورف حقيقة ينقسم الزوج اقسام كان عندنا بسيطة سامبل سامبل هايذا ما كنتش تعرفها كتبها عادي ايه كلمة مها نكتب لك تحتها الترجمة اروح كتبها احفظها لازم الكلمات كل تكون تعرفهم سامبل ما عندها بسيط يعني الاعداد بالحورف في هذو جاقسام كان عندنا سامبل بسيطة وكان عندنا اعداد مركبة كومبوزي مركب وش هي الاعداد هذي اللي بالحورف اللي سامبل ومركبة كما مثلا ثمانية هو عدد بسيط سامبل علش بسيط على خطر يتكون من كلمة واحدة كلمة واحدة كومبوزي اي عادد يتكون من كلمتين زوج كلمات وطلع زوج كلمات وطلع هاني كتبتها الكلمة احنا باش تديرها في رأسك معطيك مثال احنا نفهمه بالامثلة عادة ثمانية ثمانية كي تكتبها تكتبها كلمة واحدة ويت بالفرنسي هي ويت بس صح لكم نقولك كتب لي واحد وعشرون واحد وعشرون راح تكتب لي زوج كلمات راح تقول لي بالفرنسي 21 او بالعربية ثانية تقول لي واحد وعشرون تسمى اللي هنا درت زوج كلمات هذي نقول لها كومبوزي نعودو نلقص لك باش تفهمني شوف الهزات جيكتيف نوميغو صفات العددية فيها زوج فيها كاردينو اردينو نحن نقرأ اليوم كاردينو الاعداد بالحروف الأعداد بالحروف كان زوج حالات الحالة الأولى أعداد تتكون من كلمة واحدة سامبل وكان أعداد مركبة فيها زوج كلمات وش هي الأعداد هذي السامبل طبعا اللي هي عندك من واحد الستعاش من واحد الستعاش هذو كامل لازم تحفظهم رقم رقم خاطر كل واحد عنده كتيبة تاعو الخاصة كما مثلا سافر ها هو زيرو كلمة واحدة هذو كامل كلمة واحدة تفهمين ولا لا لا وعندنا العشرينات حتى الستين معنتها عندنا عشرين هاي بش ما تقنط لكش عندنا عشرين ثلاثين ربعين وعندنا ستين وعندنا مائة وعندنا الف هذو لازم تحفظهم ما كانش حل واحدة اخر عندنا تحفظ لي هذو من الستعاش من واحد الستعاش وتحفظ لي العشرينات عشرين ثلاثين ثلاثين اربعين ستين تفهمين ولا لا وخمسين ثانين نسيتها وتحفظ لي مائة و الف هذو لازم تحفظهم يتكونوا من كلمة واحدة الباقي كامل عبارة على أرقام مركبة في هذو كلمات او اكثر من وش مركبة مركبة من هذو بعد قمت بتفهمين ولا لا لا كيف مرش وهذا مثلا 70 سبعين PI Hob atˈfe physically 70 عبارة على ستين ز pa franc² x10 ولا لا 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 سبعين هي سابعين عبارة على الستين زايد عشر ستين موشي هي اجي الهنا نتلقى الستين هي صوا صونتえー было 60 نكتب صوا صونت هنا انكتبت هنا هنكتبت هنا صوا صنت نزيد نشوف الدزيم هي عشر نضع الشلطة ازايق هذيالشلطة هذي هي عبارة على زايد هل تساهمين او لا لا بس احنا ما نديروش زائد نديرو غير شالطابك سواصنة هي ستين وعشرة ديس هاي ديس انا اللهمة درناها اللهمة اذا رك تشوف فيها ديس هاي ديس ما لو جدرنا درنا سواصنة ديس هي سبعين اذا خرج لنا رقم مكتوب بالحروب كاردينو متكون من كلمتين كاردينو كومبوزي هو في الامتحان ولا في التمرين ما وش راح يقول لك اعطيني سامبل ولا كومبوزي ولا راح يقول لك اعطيني يعطيك رقم ويقولك اكتبولي بالحروف ولا العكس يقول لك اعطيك رقم بالحروف يقولك ارجحولي ذلك التاية وش تدير المطلوب منك تحفظ هذ الارقام كامل هذو اللي هنزوج هذو السامبل الباقي كامل راح تركبهم من هذو كما مثلا ثمانين هي كاتر 20 هي 20 كاتر هي 4 يعني 20 في 4 يعني 20 هذي نعودوها ربع مرات تعطينا ثمانين يعني 20 و 20 و 20 و 20 تعطيك ثمانين تسعين نفس الشي هي كاتر 20 ديس هي كاتر ربع عشرينات ونزلنا لهم ديس تفاهمين ولا لا لا كاتر و 20 ديس مئتين ألف مئتين ألف اللي هي هذا العدد مئتين ألف كيفاش نحن نكتبوه سهل تكتب دو الصون تبدأ هذي اللولة دو الصون ها هي كي دو الصون مئتين ألف ألف وشي هي هي ميل كما تفاهمنا هاي اللي هنا الف وميل والصون ها هي الصون هذي بيستحفظها ما تنسهاش تفكر لي سنت هاي مكتوبة سنت السنت هي الصون ها السنت وهذا المثال خمس ومئة وثمانون سين سون كاتر وفين خمس ومئة هي سين سون تكتب خمسة هي سينك ودير شلطة مئة هي الصون سنت شلطة وثمانون ثمانون وشي هي قولنا ربع عشرينات كاتر وفين ها نكتبتها اللي هنا بصح اللي هنا في هذا الكمبوزي هذو كي تلقى عدد مكتوب بالحورف مكون من رقمين شوف الكلمة الأخرى إذا لقيت الكلمة الأخيرة هي 20 ولا الصون 20 ولا صون زيد اس هذي قاعدة كيفاش نعطيك مثال ها او اللي هنا قدامنا في الأمثلة اللي درناهم عندك اللي هنا هاي اللي هنا تخلص ب 20 ثمانون هي تخلص بعشرين كاتر وفين وشي تدير تزيد اللي اس اللي هنا هذي قاعدة خاصة تلقى 20 في آخر زوج رقام مركبين ولا رقم مركب في زوج كلمات إذا لقيت 20 تزيد اس إذا لقيت صون زيد اس متفاهمين ولا لا لا كيما اللي هناك كاتر وفين زدنا اس متفاهمين فيها هذي متفاهمين بصح 20 كي تكون مكتوبة في الوسط ما هيش هي الاخيرة كيما اللي هناك كاتر وفين ديس كاتر وفين ديس هذي مكتوبة في الوسط ما هي ما زدنا شئاس سامبل او لا 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 صون كيما مثلا صون كون نلقوا في وسط الجملة ما هيش الاخيرة هاي اللي هناك في الوسط 200 ميل الصون أي في الوسط ما زدنا شئاس ما نزيدوش اس هذي قاعدة خاصة حفظها صحة متفاهمين او لا 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 انتمنى هذا الدرس هذا اللي درناه اليوم الدرس الأول راهو ساهل تلخصه في كراس كيما تفاهمنا تكتب في القسم بتاع الدرس تكتب القاعدة تحفظ لي هذو كيما لما هذو لازم تحفظهم دون مناقشة عندك هذو تحفظهم من الواحد الستاعش وتزيد تحفظ لي هذو ثاني صحة ومعادة الكلمات الجديدة تكتبهم في الجزء الثاني تعال الكراس وتولي تطلع عليهم كل سماء شوف ركز معي مريح كل سماء خميس في الليل ولا الجمعة ولا سب كيما تبغي كل سماءنات هذه الكراس تعاود تراجع الكلمات هذو اللي تتعلمهم في كل فيديو هذو نخليك الكلمات المهمة اللي تعلمناها اليوم ونزيد لك شوية كلمات انتعى حاسب نابيهم كل فيديو تتفرجوا تحلل الوثيقة تعتامارين وتحفظي الكلمات اللي يديرهم لك فهذه الوثيقة هذي كانت تفاهموا صحة دركة في الفيديو التعنا هذو رح بغينا نديره تطبيق كم لا نديره تطبيق كما تفاهمنا كل فيديو نديره عليه نشرحو الدرس نديره أمثلة بعد نحلوه تطبيق هذا هو التطبيق التاعنا ونسألك إكري في لا يقولون لأس ما سنفعله هنا؟ الأرقام هذة يمدهم لك سنكتبوهم بالحروف أيها لأس معنى حروف أو لأتر بلا أس معنى حرف إذا كنت تعرف ما معنى حرف سنكتبون إنساء حرف أم كاركتر ست. كتب لي ست بالحروف ست فقط أن تنسى هاش تفكر نهار السبت ست هي السبت ست. تكتب لي لي هنا ست هي السبت سبت سبت متة تكتب لي 100 وحدها upset 6 ستفاهمين او لا لا هذا نكتبها قدامك سبعة وسبعين عبارة على ستين زائد سبعة عشر هذا يجب أن تدرب عليهم ملاح من سبعين وطلع سبعين وطلع لابد يتبدأ تقلطك ويتذهب لك هل تدرب عليهم برك شوي هذا وكتولي تحفظهم ستين وسبعة عشوشي هي سبعة عشوشي هي عبارة على عشرة وسبعة سي ما توجد تقول سواصنت ديس سبت سبعة ست سواصنت ديس ست تفاهمين في هذه ما تفاهمين ها هيكي سواصنت ديس ست صح نجي والسطاج الوحش اللي هو تسعمية وثمانية وتسعين تفاهمين في هذه الدرب اللي بركتاع منا شوف من سبعين من سبعين حتى اللمياش تدرب عليها وتجيبهم الإحصائية لكتعلمت انه وامر بسحبية نصير تحفظ لي هذيك من الان للستعاش هذو لازم تعرفهم كيما لما من الان للساس تعرفهم من بعد تعلم لي من سبعين للصن يعني سبعين هي سواصنت ديس ثمانيين هي سهلة هي كاتر وفان ومن بعد تجيك تسعين صحيبة شوي اللي هي كاتر وفان ديس تفاهمين او لا 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 كون نقولك مثلا ثنين وتسعين وش راح تدير هي ثمانين واثناش تسمى كاتر وفان دوس يعني كي تتقن من الواحد للساس وذو كامل يجيوك سهلين ذو كما تنساش تحل وثيقة تعتمارين اللي راح نخليها الكنية اللي هنا مع هذا الفيديو وما تنساش تتابعوا معنا في الفيديوهات القادمة راح نشرحوهم بنفس الطريقة واسهل من هذا هيا تتابعوا معايا بالتوفيق وما تنساش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة ابوني ولا سبسكرايب وما تنساش تاني زيب تكريكي على هذا الجارس علاش؟ بينا باش اي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح توصلك في الحين السلام عليكم